كنت عايزة أصدر حضرتك عن المقربة ما بين قمة الأمريكية الإسلامية في 2017 بوجود رئيس الأمريكي ترامب وقتها والقمة اليوم بحضور الرئيس جو بايدن ويمكن حيث كنت بتتكلم عن أنه الإدارة الأمريكية فقدت المصدقية ومش بس هذه الإدارة لكن كمان الإدارة السابقة ليه بقى لأنه القضية نهارة دلوقتي حضرتك مش خطوط طيران ناس فهمت أن أنا حفتح خطوط طيران فأعمل تطبيع وأعمل سلام وأعمل كذا من المبكر أن كل هذا كل دولة عربية من حقها أن تقيم عملية سلام لا توجد مشكلة لكن المشكلة الرئيسية فيه هي أنه لابد أن تكون هناك معطيات حاكمة للمواقف العربية جهزي الإدارة أنت تتحدثي عن فكرة حل الدولتين يجب أن يترجم هذا الكلام إلى واقع يعني هذا الرئيس الأمريكي اللي جاي بتكلم عن المداد الطاقة لابد أن يحدد آلية لاستقناف المفاوضات والانتصالات ربما حكرة تقوليني لا ده في حكومة مؤقتة في إسرائيل ويا إيرلابيد رئيس وزراء مؤقت وما إلى ذلك لكن هذكر حضرتك هما سموا الإعلان إعلان القدس ما سموش إعلان تل أبيب يعني هو فيه اعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل فيه أمور شكلية لكن لها أبعاد خطيرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية هو جاي يقول لإسرائيل أنا بتعهد بأنه إيران لن تكون دولة نووية يا سيدي إيران وصلت لمرحلة العتبة النووية وبالتالي لا يوجد ما يؤكد أننا النهاردة سنشيطن إيران ونصفها في البحث الشريطاني في العلاقات الدولية اليوم نحن نبحث عن مصالحنا وبالتالي موضوع أن تهديدات إقليمية يجب أن نحددها وهذه التحديات مرتبطة بإيه حضرتك مرتبطة بإذا وصل الأمريكان والإيرانيين ليه اتفاق نووي هنا هتبقى مشكلة الدول العربية اللي حديك شفتها النهاردة فيها السعودية لم تشارك في مفاوضات نووية ولم يكن لها دور ولم يتم الاستجابة لمتطلباتها إذن كيف اليوم تريد أن تدخل الدول العربية في مواجهة إيران وتبني حلفا أو تبني تجمعا تالي الدول العربية النهاردة من الزكاء حطتوا الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية وستضعوا في اختبار يعني المدة بتاعة أوبك بلاص دي مدة الشهرين حضرتك هتبقى محل اختبار في هذا السياق